في خلقه العام الماضي امام مسجد عربي سافر الى روما انه امام مسجد فكل يوم الاخوة يمروا علي بالسارة يخدوه يروح يصلي بهم يعطيهم درس قالوا يا اخوة انت كنت تتعبوا انا عرفت الطريق انا ان شاء الله ااخد سيارة اجرة من المكان وعرفت الايه قيمة الاجرة ثلاثة يورو ونصف او وعشرين سند فكل يوم يركب فراجل السائق السيارة الاجرة قال له انا شايفك كل يوم في الموعد هذا تروح قال له طيب ما خرص انا كل يوم امر عليك اوصلك طيب ظل على هذا المنوال خمسة اشهر ففي مرة من المرات الامام يقول انا رحت اعطيت الراجل خمسة يورو وهي الاجرة ثلاثة يورو ونصف فرجع له اتنين يورو من الخمسة اخذ ثلاثة بس فالشيخ قال يعني في نفسه يعني هي جت على الخمسين سنت ما تجيش شيء وضعها في جيبه وبعدين وهو نازل استشعر المسألة قال الله انا امام مسجد واصلي بالناس وقدوة وعالم واخر من الرجل عشرين سنت قال له خذ دي اعطيت هالي الزيادة قال الرجل السائق الايطالي انا الحقيقة كنت نويت ان ادخل الاسلام فحبيت اعمل اختبار لشيخ الاسلام لو قبل العشرين سنت يبه هذا دين لا يرفع سلوك البشر الى مصف الامانة فبكى الامام وقال كنت سوف ابيع ديني بعشرين سنت